نعم لاستمرار التعبئة العامة لا للإقفال التام الكلي أو حتى الجزئي نعم لفتح الاقتصاد لا للفلتان مع الأعياد بين هذه الألغام سار المجلس الأعلى للدفاع بقراراته الكورونية في مرحلة ما بعد فتح كافة القطاعات باستثناء القليل منها الذي تأجل إلى وقت لاحق وقبل أيام على سلسلة أعياد ومناسبات دينية يخش فيها أن تعاد تجربة الميلاد ورأس السنة خصوصاً أن البلاد على أبواب الموجة الثالثة من تفشي الإصابات اجتمع المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشيل عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان الدياب والوزراء المعنيون وقادة الأجزاء الأمنية والقطاعات ذات الصلاة وجرى في خلاله عرض للواقع الصحي والاستشفائي وأسباب البطء بعمليات التلقيح وكان حديث مطول حول الأمن الاجتماعي وخصوصاً لارتفاع الجني بالأسعار وما يرفقه من توترات على الأرض إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 7315 على 2020 لمدة 6 أشهر فرض على المواطنين وضع الكمامات تكليف وزير الصحة العامة استكمال التواصل مع الشركات المصنعة للقاحات لتأمين اللقاحات للمواطنين مع السماح للقطاع الخاص لتأمين اللقاحات عبر مبادرات جماعية أو قطاعية تحت إشراف وضوابط وزارة الصحة العامة الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنثيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك شعاع كيميائي رصد في مدولات المجلس الأعلى للدفاع وجديده منشآت الزهران حيث اتخذ قرار برفعها وفق الأصول هناك ملفاً جديداً يشكل خطراً أيضاً وهو ما تحدث عنه التقرير الذي أعدته شركة كومبيليفت ويشير إلى مواد كيميائية خطيرة موجودة في مستودعات في منشآت النفط في الزهراني وتبين بعد الكشف عليها من قبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أن هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة ويشكل وجودها خطراً بحسب التقرير الذي وردني من الأمن العام تكليف وزير الطاقة والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنثيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية لاسيماً الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة بعد سحبها من منشآت النفط أو أي أمكنة أخرى تكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لإيجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعة المخزنة في مقر الهيئة وعلمت الأنبيان أنه بعد انفجار الرابع من آب رسلت منشآت الزهراني الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وطلبت منها الكشف على مواد مشعة موجودة في المنشآت وتحديد مدى خطورتها ورفعها إلى خارج المنشآت وهي موجودة منذ العام 1950 ليصار إلى وضعها تحت التحكم الرقابي كما يرد في هذه المراسلات كما علمت الأنبيان أن المواد هي عبارة عن 6 أنبيب من المواد النووية المشعة زينت كل منها 240 جرام دخلت أثناء إدارة الشركة الأمريكية للمنشآت ولم يكن هناك أي معاهدة دولية تمنع دخولها وفي بداية الجلسة أعلن الرئيس عون عن تخصيص 50% من الاعتماد الاستثنائي لرئيس الجمهورية للعام 2021 أي 50 مليار ليرا لتوزيعها على المتضررين من انفجار المرفأ وبذلك يصبح مجموع التعويضات حتى تاريخه 200 مليار ليرا أما الرئيس الدياب فقد صوب تجاه جشع التجار ومن أسمهم فقدي الدمير أصحاب الجيوب الفاجرة الذين يتلاعبون بالأسعار داعيا إلى الضرب بيد من حديد لقمعهم مؤكدا أن العلاج يكون ببطاقة تمويلية تؤمن للعائلات كدعم مباشر يلغي الدعم الذي يصل إلى الناس بالقطارة وخلال الجلسة تم التطرق إلى مادة الأكسجن التي حصل عليها لبنان من سوريا وما رفقها من سجلات بين وزير الصحة ونقيب المستشفيات حتى نهاية العام 2021 يفترض أن يكون 3 ملايين ونصف مواطن من اللبنانيين وغير اللبنانيين قد تلقوا اللقاح ولكن حتى الآن تلقى منهم 115 927 وهي كمية ضئيلة على طريق تكوين المناعة المجتمعية ما يعني أنه على أبواب الموجة الثالثة وخطورتها لا خيار أمامنا سوى متلازمة التباعد والكمامة من القصر الجمهوري في بعبدالين دمشلب أن بأن